تكون عندك full control على الـ project and information exchange ندخل على مشروعي اللي هو بيم ريبيا project or test project 01 كانت من الأشياء اللي شفناها آخر مرة أنه شفناك كيف نعمل project settings كيف نتحكم في الـ notifications على سبيل المثال إذا كان أشياء يهمكم أنكم توصلكم notifications عليه مثل هذه الفايل uploaded أو أي شيء عنده علاقة بالفايل أو أي شيء عنده علاقة بالفايل أو أي شيء علاقة بالفولدر سواء أضفت فايل رينيمت فايل ريستورت فايل اتسترا حتكون عندك كامل possibility أنه توصلك notification على الإيميل على سبيل المثال إذا كان فيه clash أو clash assignment أو أي assignment you'll receive notification email كذلك to do لحكينا لها آخر مرة بس مش بالتفصيل أو بتعمق ونحن نحكي علاها يعني خلال الكرسات القادمة إذا كنت أنت assigned أو الassignي حتوصلك نفس الشيء notification وهذه كاملة دخل فيه أكيد project management يمكنك تتحكم فيها إذا كنت project admin طيب فيه شغلة ثانية اللي هي حكينا عليها هي user permissions or folder permissions آخر مرة قلنا أنه فيه three types of folder permissions سواء كان قلنا نعمل check على الفايل نروح small icon أو اللي هو user icon بمجرد ما تعمل click قلنا أنه عنا three types of folder access for project members سواء كان full access read only access and no access no access بطبيعة الحال احتخبي نهائيا folder أو file عن user read only يقدر user يعمل access للمشروع أو file بس كمتفرج فقط من دون ما يغير أو يغيف أو يشيل أي شيء و full access اللي هي صليحة بالكامل يعني يقدر يحمل he can add he can delete he can do a lot of things instead of reading only طيب على ما ظن آخر مرة يعني توقفنا عن موضوع folder permissions فيه شغلة ثانية مهمة جداً انتم ما يخفاش عليكم في project management بصفة عامة عندما يسمى bracy matrix راكي أو زي ما تحبوا تسموها اللي هي responsible accountable consultant and informed انت كinformation manager or beam manager مشان يكون عندك تحكم أكثر في المعلومة if you want to share file or folder في عندك طريقة جميلة جداً very smooth مشان تشير المعلومات سواء من نأم مع الناس اللي معاك في نفس environment أو common data environment أو الناس خارج common data environment والناس بالضرورة مش رح يفتحوا حساب أو مش لازم عليهم يعني يكون عندهم حساب في trimble connect تقدر انت بطريقة ما توصل لهم المعلومة وتتحكم في ال information exchange strategy خلينا نقول طيب روح ال work in progress على سبيل المثال ونروح ال architectural model ونحاول نحمل file ونلت تحميل الفايل التمع عن طريقتين سواء you browse وتدور على الفايل عندك في اللابتوب في ال desktop او في specific فولدر او تعمل drag and drop files اي شيء يعني اسهل لكم اعملوه يعني ناخد هذا نعمله drag and drop بمجرد ما تخلص هتشوف انه يعطيك notification انه uploading process بمجرد ما يخلص يقول لك upload complete طيب عنا الحين file pdf احنا حكي من بعد اكيد في كورسات مستقبلا مستقبلا ان شاء الله عن naming convention وكيف تتحكم في naming convention كيف تكون عندك full control على metadata وعلى revisions طيب فرضا هذا الفايل هذا الفايل حبيت تشيره مثلا مع مع خلينا نقول مع other stakeholders sharing فايل عندك three types of sharing data or files نفس الشي هو نفس برنسيب او نقدر نمشي بنفس البرنسيب الراسي اللي هو responsible accountable زي ما حكينا consultant and informed اذا كان واحد من team project team members تقدر تشير معه easily ال data يعني يقدر يفتح خصوصا اذا كان عنده حساب اذا كان خارج دائرة نقول نفس الشي تقدر تشير معه خلينا نروح واحدة واحدة نشوف شو three steps او three sharing data types اذا حبيت بسيطة جدا اذا حبيت مثلا تشير file تعمل بس check عليه وتروح ال icon اللي هو share بس معلومة بسيطة انك اذا عملت check على فايل سواء كان pdf word rivet ifc sketchup tecla anyway هتشوف يعطيك possibility انك تعمل view يعني احيد دخلك على viewer or integrated viewer by default وعندك possibility انك تعمله download وحنحكي بعد شوي على three dots مش قادر تعمل three dots هادو وعندك small icon زي ما شايفين plus ومكتوب بمجرد ما تحط mouse pointer فوق ال icon people or team icon هتشوف كلمة share بمجرد ما تعمل click حتطلع لك small palette it's called share data طيب وش عنا في share data share with people and note the first option اللي موجودة متوفرة في share data هي specific members of the project يعني هاب تشير لسبب ما الفايل هذا مع واحد team او different team members على سبيل المثال اذا قلنا مثلا بلال اه يقولنا مثلا اه بلال ارك اذا قلنا شخص ثاني اللي هو مهندس عمر مجرد ما تخلص تكتب note kindly check this out and send your comments يعني انت شيرت معهم فايل ممكن هيكون قد يكون urgent فايل أو مستعجل على الشغل هذا تقدر تبعث لهم شيرة مع يعني the three team or project team members شيرة معهم الفايل أو يقول لك specific members of the project مع three members وتكتب note kindly check this out and send your comments as soon as possible على سبيل المثال يقول لك note any access restriction placed on the files are removed when the files are shared يعني على سبيل المثال الفكرة هذه note مهمة جدا انت لما تعمل folder permissions strategy على سبيل المثال بلا هذا انت عامله no access على هذا بمجرد ما تعمله share يعني بمجرد ما تدخله في دائرة sharing data راح يصير عنده access يعني strategy او folder permission اللي عملتها من الاول احتلتغى automatically لانك خلاص عطيته access على الفايل هذا او بدليل انه كتب يعني بمجرد ما تشير any restrictions regarding folder permission راح تنشال automatically بس مؤقتا يعني مش معناه يعني اذا تخل من اول و جديد الفا folder على سبيل المثال حيكون عنده ال access لا عنده ال access على هذا فقط تمام بمجرد ما تعمل share حيوصل email حيوصل email للناس المعنيين واذا حبيت مثلاً توصل notification انه شيرت مثلاً إذا حبيتها توصل notification شوف هل هي checked or checked in او أي شيء وحتوصل notification على email انه project admin زي ما شايفين خلينينا بدل email حيقول لك انه بلال 3D has shared the following items with you in a project ورا حيقول لك kindly check this out نعم check this out kindly check this out and send your comment أصبر أصبر يعني زي ما شايفين بمجرد ما عملت sharing للفايل أو أو drawings أو 3D model أو أي شيء حيوصل email automatic لكامل كامل الأطراف الكامل الأطراف من دون متابحة التي تكتب email من الأول وجديد يعني it will be send automatically stakeholders واضح؟ ممتاز الشغلة الثانية أو التكنيك الثانية تشار the data اللي هي اللي هي التكنيك الثانية زي ما حكينا نروح التيم icon second option اللي هي signed in users with the link signed in users with the link يعني option هذا أنه مش ضروري يكون معاك في ال project قدر يكون معاك في ال company تمام؟ قدر يكون فيه من سرعة ثانية بس الشرط الوحيد اللي يحط لك هنا أنه sign in users with the link يعني signed يعني عندهم حساب في triple connect بمجرد ما تعمل click رح يقول لك people نفس الشيء بلال أو خلينا نقول من عنا عمر أو تكتب ايني خلينا شوف لأنه وصلتني عفوا وصلني في chat وين chat دقيقة بس صنف chat email علينا نخذ هذا ونحط أوكي حطينا هذا any signed in users with the link زي ما قلت لكم مش بضروري مش حيكون في المشروع automatically يعني تقدر ضيف كذا واحد وتكتب نفس المسج add a message please send your ممكن quotation or price يعني your price your best price على سبيل المثال والشغل الرابع option أنه موجود اللي هي link expires on يعني تقدر تعطيه مدة معينة إذا ما افتحش اللينك هذا it will be expired automatic يعني على سبيل المثال تعطيه الفرصة أنه لمدة أربعة أيام طيب شوفوا معي الشغل المهم الثاني اللي هو وعندك three or two عفوا options يقول لك view only or view and download فارضا هذا supplier supplier وانت محتاج من عنده أنه يعطيك the best price طبيعة الحال أعطيه الـ access مشان يعمل view and download يقدر يشوف الفايل اللي هو المخطط ويقدر يعمل download إذا كان informed إذا كان informed على سبيل المثال رئيس الشركة ويكون عنده حساب في Trimble Connect أعمل له view only لأنه مهمش أنه يعني محتاجش أنه يعني يعني تمام وتعمل share على سبيل المثال view only share واليوزر بطبيعة الحال رح يوصله email ورح يشوف الفايل ويقدر يعمل له check بس ما تكونش عنده possibility أنه يعمل download الـ option الثالث اللي هو غالبا استعملوه مع الناس اللي ما عندهمش خلينا نقول ما عندهمش حساب في Trimble Connect نفس الشي تعطيه link expires on the date تختار the date تعطيه view only or view and download هذو من الناس اللي ما عندهمش Trimble Connect ومش مهتمين أصلا انهم يعملوا حساب مثلا على سبيل المثال Trimble Connect تعطيه view and download supplier على سبيل المثال أو ممكن يكون خليه يشوف مثلا 3D or perspective عفوان آخر render للمشروع بتعمل share وهاوليكم هذا اللي complete done رح يصلوا اللينك على الإيميل واضح نظن أنه واضح طيب هذه فيما يخص sharing data يعني حالين أنت معانتكم two very important options يعني option الأول أنه you have to work on the folder permissions من اللي عنده الحق يكون full access or view and view only من اللي عنده الحق يشوف مثلا فقط architectural model ومن اللي عنده الحق يعني أنت you have to prepare or create your own strategy يعني structural group على سبيل المثال إذا كنا نحن شغالين في common data environment working progress shared published and archived structural team مش بضروري يكون عندهم access وأكيد مش رح يكون عندهم access على working progress architectural team نفس الشيء MEP team بس حيكون عندهم كامل نفس الـ على على shared تمام؟ ويكون عندهم access على published على سبيل المثال اللي هو يدوروا عنده access الowner عنده الـ وإذا حبيثوا تدخلوا مثلا suppliers يسموها early involvement of suppliers and fabricators or contractor from the beginning تقدر تعطيه access على working progress بس تعطيه view لأنه مهم جدا أنه يكون المقاول أو specialist أو subcontractor يكون يعني involved من الأول مشان المعلومات يكون عندك رؤية أوضحة على المشروع وتتجنب كثير من الأخطاء تمام؟ اللي هو integrated project delivery system تمام؟ و second thing بعد مرات تكون عندك email تحب ترسلها يعني مش بضروري تحمل هذا الفايل وتعود تكتب email من الأول الجديد تقدر مباشرة عن طريق three options المعلومة وحتوصلك feedback إذا شباب يعني خلصوا قصدي خلصوا task أو they received the file في شيء ثاني مهم جدا لو واحد من الجماعة يعني سوى خليني نقول اي في activity لما تروح يقول لك file already shared يعني تحب تعمل له edit تحب تضيف له او تحب تعمل له revoked بالمرة فرضا لو المهندس عمر او المهندس احمد اللي معنا يروح على عمر المعضون المهندس عمر عنده حساب في تمبل connect لو يروح على activity ويعمل download رح يجيني notification انه الفايل يروح المهندس عمر ويعمل download رح يشوف رح يجيني انا notification رح نشوف نرجع لها مبعد بمجرد يحمل الفايل طيب شغلة ثانية مهمة جدا اللي هي coordination or collaboration طيب خليني نفتح بس نشرح لكم هذا يعني طيب احنا خلينا نعمل structure or بسيط يعني دقيقة بس اوكي هذا اوكي هذا لا صراحة هذا لا ينبلي طيب اوكي يمشي لحال هذا وينه 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 مش مشكلة طيب فرضاً عنا في الwork in progress اللي هما structural team وعنا الarchitectural team وعنا الMEP تمام عنا الMEP depends on the workflow على سبيل المثال اذا قلنا انه structural team يبدأ بالstructure على سبيل المثال او في بعض المرات الarchitectural هو ليبدأ الاول على حسب يعني على حسب مين يبدأ الاول تمام فرضاً اذا قلنا انه architectural team هما اللي بدوا يطلعوا في المودل يعملوا المودلينج وحطين الفولدر او حطين المودل في file which is shared with the structural and the MEP يعني the work in progress it's work in progress بمجرد ما يخلص بطبيعة الحال يخلص architectural team الwork يحط copy في الarchive ويشير copy في الشارد بعد ما يعملش published يعني ما زال ما يصلش published تمام بمجرد ما يشير الـ structural team والMEP team سيكون عندهم access للarchitectural model اللي هو خلينا نقول 50% 50% هذه كافية لـ structural team انهم يعملوا structure وكافية لـ MEP على سبيل المثال يبدو توزيعات drainage مجرد يعني شرح بسيط مش مدخلش في التفاصيل انت كarchitectural team فرضا انت عندك 2 options خلصت المودلينج ولا ما خلصت المودلينج يعني ممكن انا شغال على الفولدر وصلت مثلا الـ 80% هو already في الشارد يعني لسا بالمثال هو already في الشارد او حطيته في الشارد فجأة صار عندي modification على المودل يعني بعد internal meeting صار عندي modification على المودل كيف نعرف structural team كيف نعرف structural team والMEP team انهم ما يعتمدوش عفوا 100% على هذا لانه بعد ما خلص في شغلة يعني يعني بعد ما خلصت الـ architectural model يعني تقول لهم please wait حتى ان اخلص الملاحظة فقط لي في الـ architectural model وبعد يمكنكم تستعملوا هادي طيب انت مش رح تكتب ايميل وتعب حالك وكذا الامر بسيط جدا في شغلة في Trimble Connect اسمها check in and check out اسمها check in and check out خلينا رح نشوف شو check in and check out في Trimble Connect فرضا انا هذا الـ working progress مفروض ما يكونش في الـ working progress تمام او حتى في الـ working progress تقدر يكون واحد مستيكهولدر مثلا مقدر يكون subcontractor او مقاول اذا حبيت really حتخليه من اول التصميم لانه في بعض التصميم بعض المشاريع او بعض الاستشاريين او الـ consultants يدخلوا عادي الـ consultants من الاول subconsultants من الاول يعني من مرحلة اول تصميم يقول لكمش يعني في sketch design بس حيكون involved من الاول وحيكون عنده access للـ Trimble Connect او any common data environment مش بالضرور يعني تكون Trimble Connect ورح تكون عنده ملاحظات على التصميم لانه technically هو افهم مني انا كconsultant تمام؟ انت مثلا على سبيل المثال شغل على هذا الفايل هذا حاليا الفايل تخيله معايا خلينا شوف الـ activity ايوه شوفه معايا اقول لي شفتوا notification عمر المهندس عمر الناطور downloaded one file كذا 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 زي ما شايفين رح نعرف مين اللي عمل download حتعرفوا مين اللي عمل download للفايل يعني انت رح تتأكد هل الشخص اللي شيرت مع هالفايل هل حمل الفايل او لا مش تعمل تروح activity يعني انتو كinformation manager information manager عفوا لازم دايما تكون عندكم مرة على مرة تشوفوا activity مشان تكون عندكم تحكم وتكون everything will be traceable في المشروع خلينا نرجع للموضوعنا اوكي working progress architectural model الـ file هذا قلنا 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 فرضا انا عامل access للـ supplier or subconsultant على الموضل هو اغلب الظن رح يكون model يعني احنا يتشغلين في الـ environment رح يكون model انا بعدني ما خلصت يعني او كيف يعرف supplier او كيف يعرف subconsultant او كيف يعرف fabricator عفوا انه ما زالني شغال واصبر يعني هتقول له بطريقة غير مباشرة اصبر عليه شوي لا تستعمل الموضل لحين ما خلص في شغلنا هنا في Trimble Connect اسمها check-in and check-out وين تلقى check-in and check-out شايفين هذا مثل 3 dots ثلاثة نقاط بمجرد ما تعمل click هتشوف check-in file and check-out file طيب اذا حبيت نوصل للـ subconsultant او لأي طرف فيهمه انه يستعمل هذا الفايل انه انا ما زالني شغاله وش نعمل نعمل check على الفايل G3 dots نعمله شو؟ check-out انتبهوا معي بمجرد ما نعمل check-out رح تشوفوا زي اللوك تعمل قدام الفايل وش معناها اللوك؟ معناها الفايل يعني it's protected يعني pardon انا supplier دخلت اوكي شفت اه ما زال يعني ما زال ما زال على سبيل المثال المعماري او المودلر ما زال ما خلصش شغله اذا انا لازم استنى شوي عليه حتى نشوف بلي هذا check-in طيب هذا شو معناه؟ معناه اني لما اروح لتريمبل connect sync اعمل synchronize بس منتكلش مية بالمية على منتكلش مية بالمية على هذا الفايل لانه مش مش خلصان بعد طيب قلنا لما تعمل check-out معناها انت وصلت رسالة indirect لل all involved stakeholders انه بعدك شغال على الفايل اذا خلصت تروح الى الثانيقات وتعمل check-in وراح تشوفوا باللي اللاك رح ينشال automatically احنا عنا two types of check-in and check-out عندك check-in and check-out للفايل itself و check-in and check-out للفولدر الفولدر لما تيجي للفولدر مثلا archive خلينا نروح الworking progress احسن لانه فيه sub-folders وفيه files لما تيجي للفولدر احنا وشغلنا الفايل تقدر تعمله check-in and check-out الفايل يحتمل العديد منها التعريف قادر يكون 3D model ب rivet tecla structure ifc تمام اذا جينا الworking progress اللي هو يعتبر folder يحتوي على فايلات نقدر نعمله نفس الشيء check-out بس لو ملاحظين انه الworking progress folder ما جاهش قدامه شو ما جاهش قدامه اللي هي لانه الفولدر ما تقدرش تعمله check-out بمجرد ما تخلص تعمل click ترجع تعمل check-in check-in items are you sure you want to override check-out yes خلاص يعني لو نرجع هتشوفوا باللي الفايلات بالكامل خلاص ان شاءل منها check-out يعني نقدر أنا ك-sub-cancel نستعمل نستعمل الفايل هذا طيب إذا عملت check out ونشوف هل يعمل لي sync او لا هنرجع يعني هنرجع الموضوع sync هنشوفه مع بعض يعني طيب نشيل check-out or check او file-lock منه ونعمل له check-in طيب check-in check-in check-out مهمة جدا في عملية coordination and work and work in collaboration in environment طيب شو موجود في three dots أو options عندك تقدر تعمل له move هذا الفايل وتختار another folder تعمل له move تختار أي folder على سبيل مثال إذا أنا شايفوا أنه هذا مش working progress ممكن يكون عفوا shared I can move it here يعني تمام خلاص تحرك راح للشارد ونرجع لfolder structure ونجينا هنا للشارد وراح نشوف باللي الفايل تحرك وصار في الشارد او الفايل تحرك وصار في الشارد folder من الأشياء الثانية عندك delete تشيلو نهائيا من من مش اسمه من ال information container بجرد ما تعمله delete وتعمل submit بالخطأ تقدر ترجع activity وتعمله restore وهذه اللي حكيت لكم عليها اخر مرة انه ممكن واحد بالغلط او واحد تعمد على حسب يعني كل واحد حسب يعني situation تقدر تعمله restore من activity ولو ترجع الفايلدر اللي هو shared راح تلقاه موجود عندك يعني يعني ما تخافش الكمن المثال حاليا عن نحن أو راح نشوف ينشالله بعد تريمبل إذا الله وفقنا في ثاني اللي هو يسمى ب stream هدا الكمن مطورين ناس من هولندا يعتبر من الكمن الكمن خصوصا فاست لو lider الكمن ترجع من أول جديد تعمل ودليت بس اذا شفت انه بالخطأ او بالعمد ان شاء صار له دليت تقدر تروح الاكتيبيتي وتعمله ريستور طيب اشو عنا الابشنز للثانين عنا ادتو ريليز ريليز بصراحة راح نخصلها كورس كامل يتكلم عن الريليز الريليز هي تعتبر مثل او تعريفة ثاني لشي يسمى بابليش يعني انت خلصت يعني او تعريفة ثاني هذي مش معناها ريليز يعني بمجرد ما تعمل لها ريليز تقدرش تروح ترجع وتعدل في الفايل او الفولدر او الاوتبوت هذي راح نحكي عليها بالتفصيل ان شاء الله على سبيل مثل هذا الفولدر انت حملته كذا هو جي وتعمله how to do you can assign task تقدر تكتب to do على الفايل على سبيل المثال title required checking على سبيل المثال checking access or grids يعني انت بعد ما تخلص او checking properties خلينا نحكي بموضوع الموديلز احسن خلينا ما تودي وما تودي و description على سبيل المثال تكتب dear all please check the added properties and send your comments على سبيل المثال انت حارس جدا انك تدخل the right information ويكون ال properties صح مشان لما تصدروا IFC يكون IFC صحيح او IFC يعني correct IFC مشان ما تتعبش مبعث في ال coordination تقدر تعمل to do للteam you assign you assign group or team على سبيل المثال بالكامل architectural department تقولهم من فضلكم شاكوا على ال properties وعطوني comment بpriority تحطها critical على سبيل المثال due date type its request على سبيل المثال وتسايف معهم او you can save the to do بمجرد ما تعمل save to do it's like a task هذه it's like a task يعني عطيتهم task كذين ما حكينا عليه اخر مرة ونحن نحكي عليه ما زال نحكي على to do بس احنا نمر عليه يعني مشان نفصل موضوع options المتوافرة في platform تقدر you can create to do وتبعت الكامل team ويشيكوا على model على IFC على سبيل المثال او على properties عفوا before you exported to IFC حتقول عندك حتى quality control يعني هذا يعتبر من quality control process على سبيل المثال تاخذ right team اللي عندك بعد ما شهكت وانت تمام او بعد ما شهكت وتقدر تقول لهم please modify على سبيل المثال أو please insert doors IFC type على سبيل المثال ممكن هو ممكن هو بعد ما شهكت انت ب platform ثاني بمقلاب بمقلاب zoom تقدر تقول لهم انه IFC doors type مش موجود او تقول لهم please insert doors fire rating تمام او تقول لهم على سبيل المثال please remove 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 على سبيل المثال floors او اي شيء properties وحيوصل لهم to do it's like a task بمجرد ما يوصل لهم هحيوصلك email ووصلهم email ويخلصوا موضوع ال task يكون عندك انت notification هتوصلك notification وتوصل لهم هما notification عندك possibility انك you can download this file تمام تقدر تعمله download رح يتحمل عندك زي ما شايفين تشوف هذا الفايل هذا الفايل اللي عنا تقدر تعمله download عندك possibility انك قلنا to do check in check out شفنا export to excel شو هذا export to excel تقدر تعمل export للكامل الفايلات اللي موجودة هتطلع لك في excel sheet ونح تشوف شو عندك كdeliverables خلينا نقول شو عندك outputs ممكن تتعمل excel sheet من بعد وعندنا النقطة الأخيرة اللي هي tags add tags عنا different type of tags يعني هذا الفايل شو هذا الفايل ممكن تعطيه tag اللي هو خلينا نقول architectural architectural تعمل save بمجرد ما تعمل save احكون عندك tag موجود اللي هو architectural يعني انت لما دخل tags عندك حتوف architectural, structural, map, etc. 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 مع انه انت في folder structure من الاحسن او من المستحسن انهم يكونوا architectural وحدهم structural وحدهم وممكن ال tags تحتاجهم مثلا قادر تسميه هذا خلينا نقول modify وجهنا هنا تعملوا قادر يكون هذا في architectural folder قادر يكون report على سبيل المثال تعمل save وجهنا هذه تشوف report على سبيل المثال مش قادر يكون مثلا قادر يكون خلينا ندخل مثلا folder ثاني خلينا ندخل مثلا ندخل folder ثاني على سبيل المثال مجرد مثال فقط يعني انت لما تفتح architectural model او architectural folder عفوا هذا مش report هذا 2D drawings تقدر تسميه tag drawings على سبيل المثال نحن نعطيه بس امثلة وانتم بعد عندكم الحرية هذا زي ما شايفين it's 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 mom minutes of meeting تعمل ok save tags يساعدك انك تشوف شو هو drawing شو هو mom شو هو وشوف ال filters من بعد تقدر تعمل filter by tag by by edited date by user اللي حنشوفها من بعد ان شاء الله على سبيل المثال تقدر تشوف revision date tag تقدر تغير size تقدر تعمل classification by size or filtration by size هذي حنشوفها من بعد بالتفصيل اكيد مع بعض بالcoding لانه هذا دخل في ISO 9650 naming convention شو عنا مبعد فايل ثري دوتس خلصنا وقلنا تقدر تقدر تحمل الفايل تقدر تعمله شهر من اول وجديد قبل ما نروح النقطة الثانية هل في اي سؤال؟ طيب النقطة الثانية هو حكينا اول مرة لو تذكروا الكورس الاول قلنا انه Trimble Connect فيه 5 almost 5 applications قلنا Trimble Connect for Windows اللي هو Desktop Application نحكي عليها مبعد هذه قلنا Trimble Connect for Mobile قلنا الApplication تنزل على الموبايل قلنا في Trimble Connect for Mixed Reality اللي هو خاص بالHololence اللي هو developed by Microsoft وعنا Trimble Connect Sync وعنا Trimble Connect for Revit and Connect Visualizer اللي هو 3D Viewer by Default وعنا Status Sharing وعنا Trimble Sync Manager for Mapping and Etc من بين الApplications يعني احنا حاليا شغلان على عفوا على Trimble Connect for or Web Browser من الأشياء الثانية اللي هي مهمة جدا اللي هي خلينا نقول القلب النابذ للSynchronization في Common Data Environment Trimble Connect Common Data Environment ك Common Data Environment عفوا هو Trimble Connect Sync Trimble Connect Sync يعتبر كحلقة تواصل بينكم وبين all the project team members خليني نفتح Paint من أول وجديد ونحصرح لكم بس يعني أنا بصراحة مش عارف ليش طيب أوكي ممتاز طيب احنا عنا على سبيل المثال Architectural Team وعنا Structural Team وعنا MAP وعنا Supplier وعنا Contractor وعنا General Contractor مجرد مثال بس هذم أو خلينا نقول Structural Architectural عندهم Shared Folder ما بينهم بين بعض Architectural عنده Shared Folder بينه وبين MAP خلينا نعطيها لون ثاني على سبيل المثال Architectural عنده Folder متشارك فيه هو General Contractor المعمارية عنده بينهم بين Subcontractors etc طيب وش معناها Folder يتشارك أو Shared Folder يعني بينهم بين بعض يعني هذا ما يسميه الشارد احنا معناش Shared Folder واحد في Common Data Environment هو صح موجود عنا Four Types عنا Shared Published and Archived بس عملياً بس عملياً هو عنا كذا Shared Folder تخيلتوا معي الكامل هائل من Shared Folders يعني مش واحد هو بس يعني زي المات One, Two, Three, Four لا كذا Shared Folders عفواً وعندك Published اللي هو هيكون واحد أو اثنين على حسب يعني على حسب بستراتيجية هنحكي إليها من بعد وعندك الاركايب رح يكون واحد طيب فرضاً بيني وبين Structural اللي هو خلينا نقول 3D Model تمام؟ بيني وبين Structural 3D Model لما أخلص أنا شغلي كتيم أو كتيم لما يخلصوا شغلهم في واحد مسؤول على Common Data Environment اللي هو اللي راح يحط الفولدر في Shared أو رح يحط الفايل في Shared Folder طيب Structural Engineer أو Structural Team منتظرين الArchitectural Team مشان ينزلوا الفايل طيب لما يحط هذا أو لما يخلص شغله ويسكر اللابتوب ويطلع والعمر سيوصلوا Structural Team سيوصلهم 3D Model إلا إذا عمل حركة واحدة Information Manager اللي خاص بالArchitectural Team لازم يعمل Synchronize لما يعمل Synchronize هتوصل Notification لل Team أنه خلاص أنت شيرتوا الفايل تاكم عملتوا بSynchronize وهتوصل لل Structural أنه خلاص تم أعمل Synchronization You can use the File تعلمتوا من في هذهارات هتوى يعني Synchronize or Trimble Connect Synchronize Sync Trimble Connect Sync هو ل let's say the green light of using the shared file يعني بمجرد ما يخلص المعمار يشغله يعمل sync the file it will be shared structural بمجرد ما يخلص شغله يعمل sync it will be shared والناس كلها تقدر يمكن يمكن هذا الفولدر يشتركوا فيه كذا واحد ممكن ال MEP يشتغل يشترك معكم ممكن السبلاير يشترك معكم بمجرد ما تعمل sync كامل الناس حيث it will be notified يعني باللي المعمار يخلص شغله you can take the 3D model and use it في الحالة هذه تقدر تستخدم check in and check out تقدر تشير بس تقدر تعمل check in and check out تشير بمعنى انه لما تصل 80% هذه كافية لـ structural team انهم يشتغلوا ولحينما تخلص الموضل 100% شفتوا حركة المعلومات هذا بالمعنى البسيط فرضا فرضا انا حملت فولدر جديد حملت فولدر جديدة زي ما شايفين زي ما عملت انا جبت جبت 2D drawings متخل لبيم ارابيا شارد ايه فرضا حاليا نشوفه معي حاليا عندي ثلاثة 2 files عفون وراح نشوف كيفنا ندخل third file كيف نعمل sync ركزوا معي بس لانو الامر بسيط يابلو بس تركيز شوية طيب ايه قلنا قلنا انو everybody it will be notified اذا استعملت sync اذا ما استعملت sync مستحيل مستحيل يحيوصل لهم notification ومستحيل يقدروا يستعملوا الموضل synchronize عندها معنى ثاني المعنى الثاني synchronize اللي هي انت لما تعمل sync الشغل اللي نزلته على Trimble Connect حينزل بطبيعة الحال على Trimble Connect وراح ينزل عندك في السيرفر يعني الداتا رح تكون server based وحتكون cloud based تمام لذلك لذلك لما تدخلوا على Trimble Connect Desktop رح تشوفوا رمزين رح تشوفوا رمزين اللي هما اه وينهم خلينا نشوف اي لما تدخل على Trimble Connect sync عفوا قصد Trimble Connect Desktop رح تشوف رمزين رح تشوف اللي هو هذا اه the project it's in cloud or خلينا نعمل بس اه refresh هتشوف انه يعطيك notification يقولك this project exists only in the cloud تمام يعني exist only in the cloud لما تعمل ه synchronize يقولك this project existing both واش معناها locally in the server and in the cloud واضح هذي واش معناها لما تعمل sync إذا حبيت تشتغل بس في Trimble Connect وخليت المشروع في Trimble Connect it's like يعني موجود بس في الكلاود زي ما احنا بيم ارابيا ما زلنا نعملنش ليه sync يعني بيم ارابيا حاليا لو تشوفوا معي بس هذا احنا عنا البروجيكت هذهم انا عمل لهم path عندي في السيرفر او في اللابتوب او في البي سي زي ما شايفين بس بيم ارابيا مش موجود مش موجود بيم ارابيا حتشوفهم بعد شوي لما اعمل sync واحدد الباث رح يتكرية عندي فايل هنا اسمه بيم ارابيا يعني اذا كان واحد في استراليا في الشيلي في مصر في بلجيوم انجلند اي شي خلصوا يعمل له sync حينزل عندي ورح ينزل عنده ورح ينزل بطبيعة الحال في الكلود على هذه المهم جدا طيب خلينا نحكي عن المهم جدا زي ما شايفين المهم جدا المهم جدا رح تشوف كامل المشاريع الموجودة عندك لما تفتح المهم جدا ستشوف يعني عندك تشوف البروجيكت سينك اكتيفتي تشوف شو اللي عملتهم تقدر تحمل الفايل تقدر يمكن upload you can even يعني download تمام زي ما شايفين هذا upload complete نمشي واحدة واحدة البروجيكت زي ما شايفين عندك البروجيكت سيرفر لازم مرات يا جمع لما تنزلوا ترينبول كونكت رحوا لكم نورث امريكا احشوف مشروع واحد بس تستغرب انت وين وين انتبهوا لانها مرة تكون صغيرة ما تبينش حاولوا تحطوا سيرفر الصح مرة تحط يوروب تشوف انه ما عندك ولا مشروع ولتروح تريمبل كناكت تلقى عندك خمسة ولا ستة مشاريع تقول شو المشكل كذا فهمت يعني لازم تنتبه انه سيرفر مختار صح هشوفو كامل المشاريع انت لما تفتح تريمبل كناكت سينك اعمل ريفراش ممكن تكريت مشروع يعني تكريت مشروع في تريمبل كناكت براوزر على سبيل المثال وما يطلع لك اشنا هنا وش هتعمل يعني ارواح بس تعمل الريفراش وحيطلع لك في تريمبل كناكت سينك زي ما شايفين عنا سينك وعنا سينك بمجرد ما تعمل سينك احتطلع لك انا بالت اللي هي تشوف الفولدرات اللي تكريت من اول الكورس زي ما شايفين هذي موجودة في الكلاود هذي كامل موجودة في الكلاود انا حابش رح نعمل حاب ننزلها عندي في في السيرفر او في في اللابتوب زي ما شايفين الفولدر او موجود عندي في السيرفر انا فرضا حاب نغير له ال ال وش تعمل بسيطة جدا جون هنا تكتب وين حاب تحط الفايل تكتب مثلا بس ودين هنا وتروح لشغلة اسمها advanced بعدما تعمل advanced هجيل يوجد عندك شيء اسمه edit وحتشوف تطع لك option في edit schedule name full project sync يعني it's full project sync يعني مش رح تختار واحد جوب بعد كيف تعمل customization لل synchronization عفوا عندك folder اللي موجودين زي ما شايفين موجود فقط على موجود فقط على ال cloud مش موجود على locally في السيرفر بمجرد ما تعمل sync سيصير وشايف لاثنين وحنشوف عندك filters ممكن تعمل filter بالنسبة لل synchronization ممكن تقدر تعمل filter بس revet files وعندك alerts notify on sync conflicts notify on sync error يعني كذا كان عندك error في synchronization رح تجيك notification وراح تشوف notification ديك في الإيميل المسجل عليه المشروع تمام نبدأ من الأول الشيء اللي هو details غالبا اللي هي مستعملة يعني synchronize حتكون او ذهابا وإيابا تمام يعني هو يعمل sync يوصل لك تعمل انت sync يوصل له يعني للكلاود طيب when when مهمة جدا متى تعمل synchronize synchronize خليها manual يعني انت تتحكم في synchronization احسن او تحب hourly it will be done automatically every 15 minutes او تخليها daily كل يوم على الساعة الفلانية كذا بتوقيت كذا تصير هناك synchronization automatically وفي عندك weekly وذي ما نصحش بها مستحيل تعمل synchronization كل اسبوع راح تضيع اشياء كثير يعني هذه يعني تقدر تعمل hourly daily weekly هذه مش بضرر انه هذا خطأ بس كل واحد وطريقة شغل شباب لانه مرات يكون مشروع صغير وما يستهلش انه كل دقيقة يعمل sync يعني وحتى stakeholders or project members سيكون limited يعني تحسبوا على الاصابع للدين يعني بس أنا الفضل انه نروح manual لانه متى ما حبيت تعمل synchronization تقدر تعمل sync وحاليا وصلنا لهذه اللي هي project location تعمل browser وستخطر الفولدر اللي كريته من شوية اللي هو موجود في D و نروح beam arabia هذا test تعمل ok بمجرد ما تعمل beam arabia test project cd مجرد ما تعمل done خلاص انت غيرت الفولدر path طيب شوفوا معي الشغلة هذه شوفوا معي الشغلة هذه أنا حاليا عملت الفولدر path على beam arabia زي ما شايفين هذا فاضي صح beam arabia test project cd ها فاضي صح لما نعمل sync synchronize اكيد سيعطيك option انك تختار انه file لتعمله synchronize وانه file اللي متعلق synchronize انا حاليا نعمل لهم بالكامل sync now ستشوفوا انه يعمل downloading تمام خلصت synchronization جينا هنا الbeam arabia صار عندي الفولدر بالكامل في المشروع المشروع بالكامل الموجودة عندي شو اهمية sync شوفوا الحركة رائعة جدا على سبيل المثال أنا شغال locally في server حبيت نحط شغلة اللي هي مثلا مثلا خلينا نرجع حاليا حبي نعمل sync trimble connect انا من شوية خلصت يقول لك no changes to sync ما صار ولا شيء تمام انا information manager انا منتظر structure team يحملوا لي file مثلا مجرد مثال نجي مثلا لهذه وناخذ copy للصورة هذه مثلا انا شغل في server لي شغل في cloud سنقول لكم في cloud و اي ونجي ونعمل لها نحن sorry مش هذي ونجي هنا cd اللي هي خاصة بالbeam arabia شوفوا معي الصورة موجودة حاليا locally هل هي موجودة في cloud خلينا نروح نشوف ونفتح بيم arabia ونروح نشوف folder structure shared and ايوه شوفوا معي شوفوا معي انا موجود حاليا two files في ايوه هذا 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 عندي three files عندي في اللابتوب وعندي two files في two files في cloud third team او MEP team ما زال ما يعرفش انه نحملت folder نانا وش نعمل نجيل sync ونعمل sync اوكي قلي عندك living room نعمل sync بمجرد ما نعمل sync حاليا نصار في cloud دقيقة بس ظهر في cloud بس ما زال ما يعنيش في cloud وش نعمل 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 يعني عادي تعمل refresh حينزل عندك automatically في cloud شايفين نزل نزلت اللي هي living room 3 اللي هي الصورة نزلت في cloud بدوره MEP أو structural لو يعمل sync رح يشوف الصورة هذي عنده تنزل عنده تمام تنزل عنده في cloud وتنزل لو رح يفتح اللاب طبع ما يعمل sync حيشوف باللي صورة نزلت عنده في اللوك اللي عنده في server وهذه هي أهمية tremble connect sync و و و عندك sign in stay signed in or sign out ال proxy اللي هي server ما server يعني تقدر يعني عندها علاقة بالجماعة ال IT و ممكن يغبط لك server proxy type etc تمام عندك l-advanced add sync schedule ممكن تعمل one by one على حسب يعني advanced sync all schedules يعني ممكن تشير شغلة بشغلة مثلا on مثلا تعمل schedule أو تعمل sync الشغلة تمام وهذه تعمل sync الشغلة الثانية على سبيل المثال هذه possibility يعني مش يعني بالضرورة أنك تعمل sync الكامل الأشياء أو فهمت عليه طيب هذا هو triple connect sync يعني sync هو يعتبر بسيط يعني زي ما شايفين يعني مش شيء معقد بس فعلا من محركات وحي حرك لك information exchange حركتها يعني حتكون very smooth وتقدر تكون ملم بكامل حركة المعلومات اللي موجودة في المشروع وش عالنا ثاني في triple connecting وأكيد folder structure اللي موجود في cloud أو موجود عندك في اللابتوب هيكون نفس الشيء اللي هو موجود عندك في triple connecting وحكي على server تقدر يكن search إذا عندك مئات المشاريع تقدر تطور المشروع بالاسم شوف sync activities شفناها وتقدر تعمل sync all project فرضا فرضا ممكن ننزل أو تحدث model في المكان هذا وتحدث model في المكان هذا وتحدث model في المكان هذا تقدر تعمل sync all projects it will be synced automatically click في شغلة ثانية بالنسبة triple connect sync خليني نفتح خليني نحمل هذا copy ونجي ال shared نعمل paste شايفين معي صح نروح نعمل sync من أول وجديد select schedule ok select schedule schedule هذا طيب أنا trimble connect webinar documents you can sync it هذا دوق نسك schedule الثاني نشيله هتشوف واحد الحركة يعني جميلة جدا طيب عمل synchronize لل word file نعود نعمل synchronize من أول و جديد ما عندي ولا شي فرضا أنا دخلت على word file هذا تمام وعدلت فيه delete وعملت save تمام يعني دخلت على الموضوع وعملت فيه تعديلات بسيطة وعملت save هل يعمل synchronize ما بعرف خلينا نشوف شفتوا أي تحديث تعمله في file وتسايف وتسكر الف file سيقول لك you can synchronize يعني يعني all the team members they will be updated أي تغيير تسويه في الموضوع وتعمل save وتقفل تقدر تعمله sync وحيقول updated وحت تعمله تحديث يعني خلينا نقول فورية تمام لتعمل sync ولو يفتح structural information team ولا مش عارف شو تسموه يلقاه تعدل بطبيعة الحال يلقاه تعدل في شغلة ثانية مهمة جدا وانت فاتح الف save sync ما يعمل لك وانت فاتح الف يعني لازم تسكر الف زي ما شايفين يقول لك يقول لك لازم تسكر الفايل لسبيل مثال تعمل save وتسكر الفايل ولما تعمل sync اكيد سيعمل sync لانه احنا اضفنا الحروف وكذا تعمل sync تعمل من الاشياء اللي خلتنا نختار انه فيه الكثير من options اللي مش موجودة في ال بصراحة هذا شي يعني سهلا لكم الشغل اذا تعودتوا عليه موجودة في الماركت تعتبر من أحزن مقارنة بسعره ومقارنة بالفيترز اللي موجودة فيه لذلك انتم كبيم امبليمنتيترز او اذا حبيتوا تطبقوا موضوع البيم لازم تشوفوا الموضوع من كذا جهة يعني نحن فقط من ناحية واوا وعندي بيم 360 او من Autodesk ولا نوية على حسب كل واحد يجب تدرس الموضوع من ناحية الكوست تدرس الموضوع من ناحية الفيترز اللي موجودين على سبيل المثال عند بيم اللي نحن نحكي عليه ان شاء الله مستقبلا في اخر درس نعمل مقارنة لخمسة او ستة سيديز وحنقول لكم كيف طلعوا المقارنات يعني كيف شو التكنيكس لتخليكم تختاروا the best platform for your workflow سواء في الاثورين tools سواء في الCD في الcollaboration coordination tools or platforms لازم يكون اختياركم على اساس شو تحتاج حاليا ومن دون تكلف يعني انت ليش تشتري بلاتفارم غالي وفي فيتورز مش محتاجها حاليا في البايلوت براجت خليني نقول يعني هتصرف فلوس عالفاضي تمام على سبيل المثال قادر timble connect تستخدم license 1 تخلي التيم يتعلم عليه وحشوف اشياء كثيرة بصراحة فيه يعني احنا ما زلنا ان شاء الله اذا مشينا في الكورسات راح نشوف العديد من الفيتورز اللي مش موجودة في الCD ثاني اللي حساها لليك سواء في الـ design phase سواء في الـ construction حتى في الـ facility management ما زلنا ما دخلناش في حتة الـ classification في الـ properties في الـ clutch detection ما زلنا ما دخلناش في حتة كيف تعمل الـ coordination بينك وبين الـ team members during the modeling phase كلما تكون ما بينكم بينهم ما بينكم بين بعض الـ ifc model كيف تعمل كيف يكونوا overlayed كيف يكون عندهم نفس الـ shared points تقدر بالتريمب الـ connect تقدر موينوصلت إذا بصراحة كنت بقرأ في سؤال فواهن كان يستعل الـ published as a rivet file not as ifc to link it مش عارب إذا فهمت سؤالك هذا publish architectural model as rivet file not as IFC طيب في ملاحظة قلتها أول كورس في مخص أو في كورسات CD اللي عملناها من من كذا من شهر تقريبا أو من شهرين في الريفت أنت لما تشتغل الريفت على سبيل المثال خليني نفتح مشروعي مشروع ونشوف هذه معلومة مهمة جدا فيما يخص مدامنا احنا في مود الشير ديتا وشيرينج والوركين بروغرس طيب على سبيل المثال على سبيل المثال أنا حاليا شغال الريفت على سبيل المثال شغال خلص عندك 2 options to publish or to publish the 3D model خلينا نقول Trimble connect by default نتبهولي الكلمة دي يعني مهمة جدا Trimble connect by default ما يفتح لكش الريفت فايل مدى الحياة مستحيل حيفتح لك الريفت فايل حنقول لكم ليش ما يفتح لكم الريفت فايل وكيف وكيف تصلحوا الموضوع وليش ما يفتح اصلا الريفت فايل لو روح للسيديي الوركين بروغرس نفتح مشروع موجود نشوف هذا الاركيتكتور الموضل ونشوف شي اسمه ريفت هذا ريفت ار بي تي بمجرد ما تعمل كليك نحن view على فكرة يعني في تحديثات اسبوعية يومية شهرية على Trimble connect الناس شغلين جديا يعني بصراح هذا الـ 3D viewer اللي موجود في Trimble connect انا حاب افتح الـ RVT model صح وشو شايفين انتو شايفين conversation in progress لو جوب وكرا نفس الشي بعد وكرا نفس الشي ستسألوني ليش السبب يعني ليش ما Trimble connect ما يقدرش يقرأ او يشوف الـ RVT model ورح تشوفوا اذا حابين تدأكدوا الموضوع لو افتح ifc model ونعمل له view هيفتح مباشرة ما يطول شوفوا الفرق بين هذا conversation in progress وشوفوا هذا رح تشوفوا زي كيف يتحمل ويتفتح مباشرة دقيقة بس زي ما شايفين ها هذا الـ ifc تفتح معي وRivet model conversation in progress طيب كيف نخلي Trimble connect يقرالي الـ RVT او وش معناها هذي ريفت او Trimble connect مش ععطيك possibility انك تشوف الـ RVT model لانه by default Trimble connect ما اعتبر ريفت folder او ريفت model still in progress still work in progress يعني you cannot it's not published yet فهمتوا علي يعني حاليا هذا الـ RVT file وانا حطيت الـ RVT file عندكم في CD Trimble connect يقول لي it's not published yet or it's not shared yet how can I view it هو عاطيني الحل يعني انا منقدرش نقرر هو عاطيني الحل وين عاطيني الحل في بلوغين موجود في الـ RVT اللي هو اسمه اه شفناه هذا اه وليكم هنا خلينا نشوف اللي هو هذا حملوه it's plugin عندكم 2019-2021 احتلقوه في موجود Trimble connect بمجلب ما تعمل file uploader احتعطيه الـ OK احتعطي الـ OK الـ Trimble connect انه يشوف Revit file حنشوف لما نعمل sign in دقيقة بس هذي حبيت نخصلها درس واحده بس ما عليش يعني احنا عودها من بعد sign in IFC by default يعني مهما كان IFC تقدر تشوفه في الـ Revit زي ما شيفينا حيفتح لك يقول لك تشوف Project in Asia Server وتقدر بمجرد ما تعمل له upload بمجرد ما تعمل له upload بمجرد ما تعمل له upload خلينا نشوف هذا يتحمل بس خلينا نعمل refresh لانه بصراحة ما 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 نيش عامل الحسابي نعطيكم على الـ Trimble Connect في الـ Revit اليوم لاني لازم نعمل له شو اسمه مش upgrade نعمل له تحديث للـ version بمجرد ما تختار Projects in Asia احي يعطيك folder folder structure اللي موجوده تمام؟ وتحمل وتعمل له upload تعمل له upload تكاريت له file خاص به زي ما عامل انا في الـ لو اربيكم تشوفو على سبيل المثال في هذا المشروع في الـ architectural model اللي هو الـ working progress cd working progress وينو اللي هو beam collab هذا على سبيل المثال نقدر نشوفه عادي بالـ Revit قصدي بالـ Trimble Connect لاني عملت له publish لاني عملت له publish هذا لو تسمحوا لي لانه بعدني ما عملت the new version of the add-in لو نشوفه مع بعض هذا Revit Model زي ما شايفين هذا Revit Model RVT شايفين؟ يعني عندك two possibility انك تشوف وتشوف Revit Model Revit Model عندك one condition انك تعمله publish بالـ Trimble Connect for Revit تمام؟ هذي Don't Panic هذي حنعمله لها درس خاص بها ان شاء الله وراح نشوف كامل التفاصيل اللي خاصة بموضوع الـ Shared و Publish files or models نتمنى انه تكونوا استفدتوا من درس اليوم نظن انه اخلاص يعني مليش حابة نكثر اكثر في معلومات كثير بصراحة يعني موجودة في Trimble Connect ان شاء الله تكونوا متشوقين انكم تعرفوا هذه المعلومات زي ما نقام متشوق اني نشيرها معكم رح نعطيكم كيف تتعاملوا بالـ 2D Drawings كيف تكون ملاحظاتكم على 2D Drawings يعني شي بصراحة رائع يعني ستستفيدوا ان شاء الله نتمنى انها تصلكم معلومة يعني لتقدروا تستعملوها في الـ Professional وي نظريا بصراحة لو كان يعني بس نظريا نحن نقولكم يعني في اليوتيوب تقدر تلقى اي شي بس يهمكم ويهمني انا بالدرجة الاولى انه اي شي نتعلموه لازم نتطبقوا عنا في الواقع لانه الواقع دائما حيحكس لك اشياء ويطلع لك اشياء جديدة وان انت مش متوقع انها تطلع لك يعني خلينا بس نعطيكم هذه تشوفوا الـ 2D Viewer لتريمبل connect by default تقدر تشوفوا حتى الـ AutoCAD خليني نعطيكم اكزامبل على AutoCAD عفوا الـ LinkedCAD Models حسنا والـ الكاتفايل وينه ستشوفه هجيب ايه سوري تسوركين بروغرس كاتفايلس لينكت كات ماضل ستركتر اللينكت كات ماضل هام لكم عافون هتشوف نعمل آآ تحب تو دي ور ثري دي على فكرة هذه التو دي فيور جديدة في التريم بلكن اضفوها عندها شاهر يعني كات من قبل ثري دي فيور وهذا هو البي دي اف آآ فيور تقدر تشوف البي دي اف تقدر تعطي ملاحظات كحنا نعمل درس خاص بهذا راح نشوف الاوتو كات كيف تقدر تشوفه حتى بالآآ راح نشوفه حتى شوفه مع ثلثة مع بعض فيه كم هائل يعني بصراحة من اللي موجودة فيه ورح نغطيها نحاول نغطيها قدر المستطى يعني ممكن انسى لي معلومة او معلومتين بس يعني اذا اذكرت راني نقولكم عليها يعني مباشرة طيبة هذا زي ما شايفين الآآ شوفه وتشوف البي دي اف تشوف حتى الورد وتشوف حتى الاكسل يعني عندك الفيورز كثير يعني على سبيل المثال شوف ووركين بروغرس وش عنا آآ ايه هذه هذه الحدة الساعة خلينا شوف ممكن في اكسل فايل عندي وحتى وورد ممكن عندي وورد نعم دقيقة بس في الستاندرز عن بروتوكولز بروتوكولز عندي بي دي اف لا 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 ما نشحب ان نضيع الوقت ندور على الورد فايل بس على كل حال التريمبل يقدر تقدر تشوف به في سبيل المثال أجب فتشوف من Mohandis على سبيل المثال سوف نقوم بمهندس الايزو مش عارف مش عارف اسمك شو يعني مش مهندس بس الايزو اللي هي النامين كنفنشن رح نحكي على النامين كنفنشن رح نحكي على النامين كنفنشن مع بعض يعني في اشياء صراحة اشياء كثير جدا يعني رح نشوفها مع بعض اه اللي هي عند علاقة بالايزو بالتريمبل كناكت يعني في رح نشوفها ان شاء الله مع بعض بس مش مرة واحدة رح نشوفها اه باي ستاب يعني اه هذه انتمنى انه تكونوا استفدتوا من 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 المخاضرة تاليوم واذا في عندكم اي اسئلة ثانية اه اه انا جاهز شكرا لكم اه 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 انا سويت اكشان بالا هي اه اه انا فعندي يما أضعت كنت أضعها على الـ data وعلى الـ explorer ما كان يطلع لي الـ code والـ description والـ revision الخيارات اللي أقدر أسوي فيها هي filter آه نعم نعم هذه بش مهندس عندها علاقة بالـ metadata تمام؟ هذه الـ metadata راح نشوفها مع بعض إن شاء الله دقيقة راح نشاير الفايل واحد تفهمني على شو تتكلم يعني الانولى اللي عندي بعد أريدي فيه دقيقة راح نراوي كيف تعمل الـ metadata ثواني بس أفتح أنت تحكي على الـ revision number والـ code صح؟ هذا شو قصدك بش مهندس صح؟ آآ صحيح اللي بساوه فلتر من خلاله صحيح دقيقة جايك إن شاء الله راح نشوفها مع بعض آآ تسمح لي أشاير بس؟ آآ تفضل تفضل الله يزد فضلك طيب في شغلة آآ في شغلة في الـ في التريمبل كناكت اللي هي آآ وي طيب في شغلة في التريمبل كناكت زي ما شايفين عندك شغلتين مهمتين جداً أنا كنت راح نصل لها من بعد يعني حنصل لها الدرس لوحده اسمها الـ الـ عندها علاقة بالـ عندها علاقة بالـ صراحة هذه رهيبة يعني هذه رهيبة جداً راح نشوفها من بعد يعني الـ اللي هي زي ما شايفها الـ احنا علمكم من بعد كيف تعملوا الـ أنا سميتها الـ وهذه راح تدخل التسميات اللي هي تحتاجها في خليني نقول اللي هي اللي هي على سبيل المثال أنا سميها الـ وانا ندخل كامل المعلومات اللي موجودة فهمت عليه ما شو عندك؟ يعني الفيلترز اللي شايفه انت مش مش يعني خليني يقولك مش مش موجودة يعني من من العدم أو أنا اللي أنا اللي عملتا يعني انت ك بروجيكت أو ماناجر لازم لازم تعمل لازم تعمل لازم تعمل لازم تعمل مشان يطلعوا لك الفيلاتر هادم وتعمل ما اسمها على سبيل المثال هذا مشان تطلع لك الـ 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 هذا وش قصدك بش ما عندك صح؟ بالضبط بالضبط هذا إضافي يعني انت الضبط ها لا لا إضافي هذا هذا الـ شوف إذا طلعت لك من تيكلا تيكلا لسه ما عندها الميتا ديتا أو الـ شغلين على الموضوع مشان يعملوا لها إذا شاري اللايسنز دايركلي من تريمبل موجودة في التريمبل لذلك أنا أول مرة صارت لي قصة يعني نحكي لكم عليها لما اشتريت اللايسنز من 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 تريمبل أنا في بالي كان تيكلا دورت على الـ ما حصلتها حتى ما عليك حتى انه نعملها وأستعملها توصلنا مباشرة مع تريمبل وحلونا الموضوع من عندهم يعني فهمت عليه ولا لا بس مهم جدا أنه تكون عندك المارجعية يعني اللي يدخل بها الـ مشان تكون عندك الـ لو يكون عندك الفلتريشن أسهل وبسيط يعني تقدر تدخل أي فلتريشن تقدر تعمل لأي فلتريشن ولازم يكون عندك الـ لو شايفين لو نحط تي سي أو الـ هذي هذي مش متوفر فيها الـ لأي فلتريشن على هذه أعطوني تريمبل شغلة اسمها تريمبل كناكت انفينيت اللي هي فيها كامل الفيترز يعني بس إن شاء الله حنوصل لها باش مهندس هي موجودة في الـ الـ حتى الخيارات هذه ما كانت تطلع لي لأنه ممكن نسخة لأنها فري لا 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 الـ مفروض موجودة في الفري مفروض موجودة في فايل أتريبيوت هذا الـ الـ زي ما شايف يعني أنا اللي دخلته زي ما شايف ريفيجين دايت أبروف دباي مش مشكلة خلينا نعمل مثلاً المرة الجاية نصف ساعة أو ربع ساعة تشاير أنت الـ Trimble Connect اللي عندك ونشوف شو المشكلة بالضبط مش مشكلة إن شاء الله فأكيد محلول أكيد بس دائماً أعملوا Clear للـ لازم يعني لأنه هم بحكم أنهم يعملوا تعديلات يومية وأسبوعية راح تتقل عليك هلين بس نشوف الأسئلة هذو ترمون كميليكيشن فليس ترمون طيب هذه إذا في أي سؤال تضلوا نظل خلاص بش مهندسان أمرا إن شاء الله تكونوا استفدتوا بش مهندسين وإذا عندكم أي سؤال المرة جاية تقدر تسألوني المرة جاية إن شاء الله راح نشوف شغلة أكثر راح نتعمق به شوي شوي وحاولوا حاولوا تعملوا لشي اللي شفته اليوم ولو حتى معلومة واحدة أو حتى نصف معلومة حاولوا تعملوا لها عندكم في الشركة أو في الإدارة وحاولوا تبنيوا عليها الاستراتيجية الخاصة بكم إن شاء الله شكرا لكم ما يعطيكم الصحة والعافية ما ننسى عمر أنا نظن خلاص يعني الله يعطيك العافية جزاك الله خير الله يعافيكم بالله جزاكم السلام عليكم وعليكم السلام الله شكرا لكم 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 شكرا لكم